بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله ومسائكم بكل خير معاكم دكتورة أحلام هارون أخصائية الأمراض الصدرية واضطرابات التنفسية بأثناء النوم بمستشفى المنصر التخصصي بداية أحب رحب بكل المتابعين وهنيكم بسنة جديدة إن شاء الله سنة خير وسعادة عليكم إن شاء الله مليانة بالخير والبركة والصحة اليوم موضوعنا إن شاء الله رح يكون عن حسية الصدرية أو الربع بنتكلم إن شاء الله النهاردة عن تعريف المرض وعن أسبابه وعن أعراضه وعن كيفية علاجه وعن طرق الوقاية منه وعن طرق تشخيصه وكمان بنجاوب على كل أسئلتك سواء اللي لها علاقة بالحساسية والربو أو أي شيء لعلاقة بالأمراض التنفسية أو أطرابات النوم بداية إيه هو الربو الربو هو مرض مزمن بيسيب الممرات الهوائية أو ممرات التنفس بيسيب جميع الفئات العمرية من الأطفال والكبار بينتج عنه تشنج في الممرات الهواء وإحساس بالضيئ في النفس غالبا أعراضه بتكون عبارة عن نوبات متكررة بتزيد حدتها أو بتزيد سوءا أثناء الليل وفي صباح الباكر أسبابه متعددة أسبابه راسية بيكون المريض عنده استعداده راسي إن يكون مريض حساسية الصدر وأسباب بيئية الأسباب البيئية زي التعرض لملوثات أو مسببات الحساسية زي الملوثات للهواء زي الغبار زي الروايح بعض أنواع العطور زي الكيمويات زي المنظفات برضو من المسببات التعرض لأمراض الجهاز التنفسي زي نزلات البرد زي التهاب الجيوب الأنفية زي التهابات الرؤوية من بعض أسبابه برضو تناول بعض الأدوية زي الأسبرين ومسببات البيتا من بعض أسبابه برضو التواجد في بيئة مغلقة راطبة نتيجة التحسس لما يسمى عسة غبار المنزل أو التحسس للعفن من بعض أسبابه هو الاترابات النفسية والعصبية كالقلق والتوتر طرق التشخيص طرق التشخيص بيبقى أن المريض بيجي يحكي للدكتور عن العراض فبيكون في شك أن المريض معه حساسية بالصدر بيكون كمان عن طريق الفحص السريري للمريض وجود بعض العلامات أو الساينز اللي بتؤكد أنه معه تشنج أو ضيق في الشعب الهوائية بيتم عمل أشعة سينية للصدر اللي التأكد من خلو المريض من الأمراض التنفسية اللي بتشبه عوارضها لحساسية الصدر أو الرابو بيتم عمل ما يسمى مقياس النفس وده بيساعتنا كتير مش بس في تشخيص المرض كمين في المتابعة وتحديد مدى استجابة المريض للعلاج إيه هي أعراض المرض أعراض المرض زي ما احنا تكلمنا قلنا أن هي نوبات متكررة تيجي على نوبات متكررة بتكون أسوأها أو بتكون من السوق أن هي ممكن تسحن المريض من نومه غالبا بتكون بتزهر الأعراض بعد التعرض للمسببات الحساسية أو محفزات الحساسية وغالبا بتبقى سيئة جدا في حدتها أثناء الليل والصباح البكري الأعراض دي زي سعال متكرر زي ضيقة في النفس زي إحساس بتقل وثقل وألم بالصدر علاج المرض بيبقى أهم شيء في علاج الحساسية هو البعض التام عن مسببات الحساسية أو محفزات الحساسية زي تجنب الغبار تجنب العطور تجنب الأدخنة الأقلاء عن التدخين أخذ التطعيم الإنفروانزا سنويا عشان نتجنب حدوث نزلات البرد والإنفروانزا تجنب الاختلاط بالمرضى المصابين بأمراض تنفسية عشان تجنب حدوث العطور أيضا علاج دوائي العلاج الدوائي بيبقى غالبا في صورة بخخات بياخدها المريض البخخات بتشتغل بطريقتين أول طريقة هي موسعات للشعب الهوائية بتعمل على توسيع الشعب الهوائية أو مرات الهواء وهي في نفس الوقت مضادات للإلتهابات بتساعد على تقليل الإلتهاب اللي حاصل في جدار الممرات الهوائية أو الشعب الهوائية وبالتالي يتحسن عملية التنفس ويتحسن الشعور بالضيء والسعلة وما إلى ذلك دلوقتي ممكن نجاوب على بعض أسئلتكو ويريد ترسلونا الأسئلة اللي انتو شغلاكو أو تحبوا تتفسروا عنها سواء في موضوع الحساسية أو أي موضوع تاني أول سؤال بيقول أنا ما عندي رابو بس دايما أحس بديئة في نفس ومرات يكون عندي تراب بالنوم هو السؤال جميل جدا وبيفتح الكلام في موضوع تاني يخص تخصوصي وهو موضوع الترابات التنفسية أثناء النوم مش كل مريض بيحس بديئة في النفس أكيد أنه مريض رابو أو حسي عصد أسباب تيئة النفس أسباب عديدة قد تكون لها علاقة بالأمراض الصدرية أو بالرئة أو ممكن تكون نتيجة أمراض في عضلة القلب أو زي ما المتابع ذاكر أنه يكون عنده تراب في النوم هو كاتب أنه فيه ديئة في النفس وتراب في النوم ممكن يكون ديئة النفس دي تكون فعلا يكون معه رابو بس بتكون بتجيله بصورة متكررة بتحصل على نوبات متكررة وبتزيد شدتها أثناء الليل وده اللي ممكن بيخليه مش بيقدر ينام بصورة كافية وبيحس أن النوم مضطرب فممكن يكون فعلا ديئة النفس اللي عنده هي رابو وبيزيد حدة الرابو عنده في المساء فما بيقدرش ينام كويس وممكن يكون العكس ممكن يكون هو عنده حاجة اسمها توقف انسداد في النفس أثناء النوم أو الترابات التنفسية أثناء النوم وده اللي بتخليه ما بيخدش كفايته من النوم والنوم بيبقى فيه الترابات وبيكون نوم متقطع وبتسبب ضعفه في عدرة القلب وبتسبب ضعفه في عدرة القلب وبتخليه فيه كاتمة السؤال الثاني بيقول أنا عندي أنا عندي سعال حاد وبلغم وضيقة بالنفس برضو ده سؤال جميل وجود السعال والبلغم معاه ديئة بالنفس على حسب مدة السعال ده هو كاتب انه هو حاد عندنا احنا بنفرق بين السعال اذا كان حاد أو مزمن بالمدة الزمنية اذا كان اقل من 6 شهور المريض بيعاني من 6 أسابيع أصفه اذا كان المريض بيعاني في اقل من 6 أسابيع من سعال بنسميه سعال حاد وبتبقى أشهر أسبابه انه ممكن يكون المريض اتعرض لعدوى او ممكن يكون معه حساسية او التهابات بالجيوب الأنفية لكن السعال المزمن لفترات طويلة اكتر من 6 أسابيع تستوجب الفحص اكتر ومعرفة أسباب الكححة لانه أسبابها ممكن تكون مرض معدي مزمن زي أمراض الدرن ممكن لقدر الله تكون تورمات بالرأة او ما إلى ذلك سؤال تاني بيقول أحيانا أحس فجأة بألم بكل منطقة الصدر خاصة القلب لدرجة أني لما أتنفس بعنق الألم يزيد والألم يزيد حتى مع تحريك الجسم مع العلم النمائي كهرباء زيادة بالدماء أسباب الألم الصدر أسباب متنوعة ممكن تكون برضو نتيجة للتهابات الغشاء البلوري لحوالين الرأة ممكن تكون نتيجة التهابات في عضلات الصدر او الضلوع ممكن تكون نتيجة قصور في الشرايين التاجية بيختلف وصف الألم باختلاف سببه بس مع المتابع هو بيقول أن الألم يزيد مع زيادة العمق في التنفس وده معناه أنه فيه التهاب في الغشاء لحوالين الرأة او الغشاء البلوري ولابد من علاج أخذ المضادات للتهابات ومسكنات للألم لتعافي من هذا العلم في مريض تاني كاتب إيش علاج تسكر الأنف وقت النوم أولا نجل نعرف إيه سبب تسكر الأنف عشان نقدر نعالجه إذا كان سبب تسكر الأنف هو مشكلة تشريحية خلقية زي إعوجاك في الحاجز الأنفي أو تدخم في غضريف الأنف بيكون العلاج تدخل جراحي لتصحيح هذا العيب التشريحي أما إذا كان أسبابه نتيجة حساسية بالأنف ينصح بأخذ بخخات الأنف ومضادات الحساسية أما إذا كان أسبابه السمنة المفرطة وزيادة محيط الرقبة فلابد من تخفيف الوزن تقليل الوزن لعلاج هذه المشكلة في متابعة تانية بتقول أنا ولدي دايم يقح بس وقت النوم تختفي الكحة إذا النعناع يصلح أو أي أشياء مفيدة سؤال جميل وبيدخلنا في أسباب الكحة لدى الأطفال أسباب الكحة لدى الأطفال ممكن تكون نتيجة عدوى الجهاز التنفسي زي عدوى الجيوب الأنفية التهاب الجيوب الأنفية التهاب شعبي التهاب رقوي ممكن تكون نتيجة ربو أو حسية بالسطر ممكن تكون نتيجة ارتجاع المريء المعدي ودي بيكون سبب الكحة مزمنة لدى الطفل وتكون شديدة إذا استقع على ظهره الأسباب الثانية أن يكون الطفل عن طريق الخطأ استنشق جسم غريب دخل جوال ممرات الهوى هي اللي مسبب له السعلة دي هي كتبة إذا كان النعناع يصلح أو شيء تاني المشروبات الدفعة ينصح بيها إذا كان سبب السعلة عدوى في الجهاز التنفسي بس النعناع بالذات إذا كان سبب السعلة هو الارتجاع المريئي المعدي بالعكس بيخلي الأمور تزاد سوءا لأنه بيضعف من قوة سمام اللي بيحجز عسرات المعدة عن أن هي تطلع للمريئ فبيزود الارتجاع النعناع فبيزود المشكلة عندي ربو أولادي ورسوم النوويش الحل هو مضروري أن الأولاد يأخذوا الربو من الوالد أو الوالدة بس قد تحدث لأنه زي ما احنا شرحنا في أسباب الربو أنه في أسباب وراسية وأسباب بقية ويش الحل هو زي ما احنا حكينا هو مرض مزمن بيصيب المريض وبيكون يعمل شق وراسي نتيجة استعداد وراسي ليه عند المريض بس أهم شيء في العلاجة هو تجنب مسببات الحسسية إذا الأولاد تجنبوا مسببات الحسسية إن شاء الله نوبيات الربو بتقل جدا وبيعيشوا حياتهم حياة طبيعية ينصح باستشارة الطبيب لتأكيد أن كانوا الأولاد فعلا بيعانوا من الربو أيوة أو لا وتجنب المحفزات الحسسية أو تجنب المهيجات الشعب الهوائية هو العلاج الأساسي سؤال تاني هل ممكن أن تسبب اللحمية ربو أو حسسية؟ ده سؤال جميل لا هي اللحمية مش بتسبب ربو أو حسسية بس هما الاثنين بيكونوا نتيجة إصابة المريض بالحسسية اللي بيكون عنده المرضين بيكون عنده لحميات نتيجة تحسس في الأنف والجيوب الأنفية ويبقى عنده تحسس كمان في الصدر فبيكون عنده ربو فبيكون عنده مرض الحسسية مسبب له الاثنين مسبب له اللحميات وحسسية الصدر بس مش إن الحسسية بتسبب اللحمية ولا إن اللحمية بتسبب الحسسية ولكن علاج التهابات الجيوب الأنفية وعلاج حسسية الجيوب الأنفية مهم جداً لضمان كفاءة علاج حسسية الصدر ولضمان تقليل عدد نوابات الحسسية وتقليل تكرار العورد تنصحي بقبرة الربو الزولير الزولير ده علاج جديد بيستخدم في علاج الربو بس مش كل أنواع الربو بننصح فيها إذا المريض وصل لمرحلة إن إحنا استخدمنا أغلب أدوية الربو المتعارف عليها ولم نحصل عن نتيجة المرجوة أو المطلوبة وما زال المريض معه أعراض تؤثر على حياته اليومية بشرط أن يكون عنده الأجسام المضادة E أو IGE عاني إذا IGE عاني وقتها بيبقى نوع الحسسية اللي عنده نوع الحسسية التحسسية أو الربو التحسسي وساعتها بننصح بالإبرة الزولير بتتاخد تحت الجلد بجرعات معينة بيوصفها الطبيب على فترات متبعدة كل أسبوعين أو كل شهر للتحكم في العورد هل فعلاً أدوية الكحة ضارة وما هو البديل الطبيعي للعلاج؟ لا أدوية الكحة مش ضارة إذا كتبها الطبيب وإذا الطبيب قدر يحدد هل هي كحة منتجة معها بلغم أو كحة جافة وإذا حدد الطبيب إيه سبب الكحة وعالج سبب الكحة مع إعطاء أدوية الكحة البديل الطبيعي لأدوية الكحة هي المشروبات الدافئة خصوصاً الزنجبيل ممكن الماء الدافئ بالعصل الطبيعي بالليمون برضو بديل طبيعي يهدي من نوابات السعال بس زي ما قلنا أهم شي هو علاج سبب الكحة قبل إعطاء أدوية الكحة فقط سويت عملية إنحناء وضروف الأنف واللحمية وبعدها ما أقدر أتنفس قالولي ممكن حساسية ويش أسويه أولاً يعني ما تقدر تتنفس بمعنى أن بتجيلك نوبات بيديق فيها النفس بيبقى ما صاحب معها أزيز في الصدر بيبقى بيبقى حدتها بتزيد في المسا كده ده بيخلينا نشوق أكتر إنه زي ما في حساسية في الأن في حساسية في الصدر المطلوب من حضرتك إنك تراجع طبيب صدرية وإن إحنا نسوي الفحوصات اللازمة زي عمل اختبار التنفس أو مقياس التنفس والتأكد إذا كان اللي مع حضرتك ده حساسية صدر أو لا أخي عنده مشكلة في التنفس لدرجة ينومه حتى ياخد العلاج وعجزنا نجد له حل كل طبيب يقول شيء ممكن يكون سببه عدم قدرته على التنفس ما فهمت السؤال قوي بس اللي فهمته إن الأخو المريض بيعاني من مشكلة في التنفس لدرجة إنه هو ما بيقدر ينام معها طبيعي وإنه راح راجع أكتر بين طبيب وإنه ما وصلش للتشخيص النهائي إذا كان المريض بيجي له اضطرابات تنفسية في النوم يعني إنه ما بيقدر يتنفس طبيعي وبيفوق بيستيقظ أثناء النوم كتير مرات كتيرة وده بيحيل دون إنه ينام نوم طبيعي ومصاحب كده أصوات شخير نعاز نهاري صداع نهاري كده بنبتدي نشك إن المريض معه اضطرابات تنفسية أثناء النوم ووقتها الحل الوحيد إنه نعمله دراسة نوم إنه يتنوم في مختبر النوم ونشوف كل العلامات الحيوية في جسم المريض أثناء النوم ونحدد إذا معه اضطرابات تنفسية في أثناء النوم أو توقف ليلي في النفس أثناء النوم ووقتها بيبقى العلاج يا إما تدخل جراحي لتوسعة مجرى الهوى أو جهاز تنفس ليلي بيتم توصيله للمريض أثناء النوم فيما يطلق عليه السباق لا أحذب بنوم جيد ودائما أقوم من النوم على ضيب تنفسي أو قتمة بالصدر عزيزي المتابع دي أعراض تقول إنه ممكن يكون معك حاجة من اثنين يا إما معك حساسية بالصدر وبيكون ضيقة النفس أعراضها تشتد أثناء الليل وده بيخليك مش قادر تاخد نفسك بس غالبا بيكون مصاحب معاها سعال وصوت أزيز من الصدر أو إنه يكون معاك مشكلة تنفسية أو ترابات تنفسية أثناء النوم أو ما يطلق عليه التوقف الانسدادي أو التوقف الليمي في النفس وزي ما قلنا لحضرتك تقدر تتوجه للمستشفى أن يسوي لحياتك الفحوصات للاستبعاد الحساسية عن طريق مقياس النفس والاستبعاد اضطرابات النوم عن طريق اختبار النوم أشعر بوخص في الصدر على فترات متبعدة ويأتي ويذهب من تلقاء نفسه تمام الشعور بالوخص في الصدر إذا ما له علاقة بالمجهود يعني إذا المريض ما بيجي الوخص نتيجة العمل مجهود بدني فغالباً بيكون القلب سليم ما بيكون مشكلة في القلب الشعور بالوخص على فترات متابعة ممكن يكون التهابات بالعضلات بين الدلوع أو التهاب أو نتيجة عمل مجهود بدني عنيف أو نقص فيتامين دال ينصح بأن نشيق على فيتامين دال نشوف نسبة فيتامين دال في الدم ونفحص المريض فحص جيد ونتأكد من خلو الرئة والقلب من أي مشاكل بس ده شيء يا إما كمان ممكن يكون التهاب في الأعصاب الترافية نتيجة إذا كان المريض مصاب بالسكري أو عنده نقص فيتامين به 12 ممكن يكون برضو من أحد أسباب الوخز الإحساس بالوخز في الصدر بس لابد من متابعة المريض للطبيب وعمل أشع على الصدر وعمل تخطيط قلب الاستباعات أسباب الأخرى لقلب الصدر في سؤال تاني صدري دايما يزعجني لو مشيت أو شميت أي طراب دايم أكح وأتدايق ومعرف أتصرف إزاي أوكي إن المريض بيديء صدره أو لما يشتم طراب ده يبقى ده مريض حساسية يتصرف إزاي إنه يحاول يبعد عن الغبار قدر الإمكان يعني يتجنب الخروج من المنزل في أيام العواصف الترابية وإذا كان لا مفر من الخروج من المنزل في هذه الفترة ننصح بارتداء الكمامة لتجنب التعرض واستنشاق البخار وينصح إنه أول ما يرجع للمنزل ياخد شاور ويغسل هدوم كلها ويلبس ملابس تانية غير اللي فيها عالق فيها الأترب أصبت بجلطة في الرئة هل أنا معرض بالإصابة للربو؟ لا هو الإصابة بالربو زي ما حكينا هي أسبابها عوامل وراسية وعوامل بيئية الإصابة بالجلطة في الرئة ليست عامل خطورة أن المريض يصاب بالربو بس الإصابة بالجلطة في الرئة يتحدد يعني يتحدد لابد من معرفة هل الإصابة بالجلطة في الرئة نتيجة وجود جلطة أو ردة السقين نتيجة عمل عملية أو النوم فترات طويلة دون حركة ولا هي أصابة الرئة بدون وجود هذه عوامل الخطورة بس ما ما في علاقة أبدا بين جلطة الرئة والربو النصائح لتفادي حساسية السطر زي ما قلنا تفادي أعراض حساسية السطر هو تفادي مسببات الحساسية أو مهيجات التجنج في الشعب الهوائية زي الغبار، الأدخنة، الإقلاع عن التدخين، بعض أنواع العطور التفادي التواجد في الأماكن المغلقة تفادي التخالط مع المرضى المصابين بعدوة في الجهاز التنفسي عشان نحمي نفسنا من أخذ العدوى منهم تفادي بعض الأدوية زي الأسفرين ومصبتات تابتة في سؤال جميل بيقول هل ضيق الصدر والشعور بألم في الصدر من أسباب ألم المعدة وارتجاع المريء هو سؤال جميل فعلا بيخلينا نتكلم عن علاقة الأعراض التنفسية أو وجود ضيقة وكحة وعلاقتها بالارتجاع المريء المعيني هو في علاقة وطيضة أوقات كتير المريض بيشتكي من سؤال متكرر ومستمر وبتعالج بأدوية سعلة كتير وبتدي يشك أنه معه مشكلة في التنفس أو أنه يكون مريض جهاز تنفسي وبيكون بس السبب أنه هو لا المشكلة أنه هو ارتجاع معي دي مريء هو السبب في السعلة المتكررة عنده بيكون علاجها هو العلاج لارتجاع المريء هي إما عن طريق علاج دوائي إما عن طريق علاج سلوكي وغذائي بيبتدي يغير شوية في عاداته الغذائية وبيبتدي ياخد أدوية تقلل شوية من حمودة المعدة فبتخفل سعلة أوقات كتيرة كمان بيكون التجاع المعدي المريئي هو السبب لظهور أعراض نوابات الربو وسبب في أن الأعراض دي ما بتتحسنش حتى مع العلاج لأنها من أهم أسباب تهيج الشعب الهوائية ودقها وجود الارتجاع للأسف وقتنا خلص وللأسف خلصنا معاكم بس نوعيدكو بلقاءات تانية إن شاء الله سواء معي أو مع زماني عشان نغطي كل النواحي الصحية اللي تهموك وكل المواضيع الصحية اللي تهموكو نتمنى لكم الصحة والعافية السلام عليكم